اشتركوا في القناة الفريق الركن علي محسن صالح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جرفت والوفد المرافق له وقرى خلال اللغة مناقشة المستجدات والجهود المبذولة لأحلال السلام الدائم في بلادنا وأكد نائب رئيس الجمهورية حرص الحكومة الشرعية على السلام وعلى تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وخاصة ما يتعلق من صحاب الميليشيا الحوثية الحقيقي من موانئ ومدينة الحديدة وإنجاز ملف الأسرة والمعتقلين وعبر عن شكره وتغدير فخامة رئيس الجمهورية للرد الإيجابي للأمين العام للأمم المتحدة وتأكيده على التزام الأمم المتحدة بالمرجعيات الثلاثة المعترف بها وعلى ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق السويد وبأن الحكومة الشرعية هي الممثل الوحيد للشعب اليمن وأن العلاقة الإيجابية معها هي مفتاح حل الأزمة والسناف عملية السلام وعبر نائب رئيس الجمهورية في اللغاء عن عمله بتنفيذ ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته لموجهة لفخامة الرئيس مؤكدا بأن الشرعية وبتوجهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية سوف تعود الانخراط الكامل وبكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل عادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقا للمرجعيات الثلاث وإلى جوهري وروح اتفاق السويد التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح سفيرة جمهورية ألماني الاتحادية لدى اليمن السفيرة كارولا مولر لبحث المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية أبرزها الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها ابناء الشعب اليمني جرى الانقلاب الغاشم لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها واستهدافها المستمر للمواطنين والمدنيين بالقذائف والصواريخ في المناطق المحررة وأكد نائب الرئيس حرصة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليةها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 22-16 والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم باعتباره نموذجا معمولة به في أغلب الدول المتقدمة ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري في العاصمة الموقتة عدم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك أمام عدد من القضايا المتصلة بالجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية والمستقدات والتطورات على مختلف الأصعدة والمستويات لاسيما العسكرية في جبهات القتال والأمنية في المحافظات المحررة واتخذ المجلس على ضوء تلك التطورات جملة من القرارات والإقراءات اللازمة للتعاطي معها وقدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل مواصلة الانتصارات الميدانية وتحقيق أهداف عصفة الحزم وعملية إعادة العمل والغضاء على انقلاب ميليشي الحوثي المدعومة من إيران وإنهاء الحرب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وتحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة جهود توفير الخدمات والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة استقبل رئيس الوزراء الدكتور مين عبد الملك في العاصمة لموقتة عدن وفدى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن برأسة مدير العمليات باللجنة الدولية دومينيك ستيل هارثو ناقش اللقاء تعزيز جهود وآليات التعاون والتسجيخ بين الجانبين في مختلف المجالات وخصوصا البقالات الصحية والإنسانية واجهود واستعدادات الصليب الأحمر فيما يخص ملف تبادل الأسرة في اليمن وكذلك المستقدات المتصلة بغضية مقتل مسؤول برنامج الاحتجاز ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن حنى لحود أواخر شهر إبريل من العام الماضي في محافظة تعز لقي ثمانية عناصر من مليشي الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب العشرات بقروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الوطني شرق مدينة تعز وذكر مصدر العسكريون أن أبطال الجيش الوطني تصدوا لهجوم فاشل للميشي الإنقلابية التي حاولت من خلاله استعدت مواقع في محيط الأمن المركزي ومستشفى الحمد مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع ثمانية عناصر من الميشي الإنقلابية وأصابت العشرات منهم بقروح ولذا من تبقى منهم بالفرار سقط عدد من عناصر مليشي الحوثي الإنقلابية بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة العقبة بمدينة خاب الشعف شمال محافظة الجوف وقال مصدر العسكريون أن مجموعة من عناصر مليشي الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع متقدمة للجيش الوطني في جبهة العقبة إلا أن المحاولة فشلت أمام ما يقضت أبطال الجيش مؤكدا أن العديد من العناصر المتسللة سقطت بين قتيل وجريح فيما لذا من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني ردت على هذه المحاولة بقصف مركز استهدف مواقع وتجمعات لمليشي الحوثي الإنقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة وأصفر الغصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشي الإنقلابية انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة